في بداية الحلقة التانية كمان بيعرض على لطيفة وعلى مراد اوفر خيال ان هم يبيعوا في خلال ست شهور بخمسة وعشرين مليون جنيه وبيقاليهم عمولة كبيرة وغير طبعا مرتباتهم. هنا الاتنين بيفكروا بيقول لهم يوافق فيكم يجي يوم الحد الساعة تمانية وطبعا الاتنين بيبقوا ماشيين وهم الاتنين مش موافقين ومش مقتنعين. لكن هنشوف الظروف هتعمل فيهم ايه. بعد بعد شوية مراد بيعرف ان صاحبه ماضي بدل الوصولات عند عم حسن. الوصولات اللي احنا شفنا بيروح يسدد استها كل شهر ان هو مستلف مئة وخمسين الف جنيه. لكن باسم صاحبه وصاحبه هو اللي ماضي الوصولات. وطبعا بيقرر مراد ان هو ينقل الوصولات باسم. بنشوف الاتنين سواء مراد او لطيفة الاتنين مقررين ان هم ما يوافقوش لكن الظروف بتبتدي ان هي تدفعهم ان هم ما يقبلوا. مراد مديون بمئة وخمسين الف جنيه لعم حسن. وصاحب اللي بدل الوصولات. وكمان لطيفة مديونة بمئة وخمسين الف جنيه. سيانة العربية اللي هي قسرتها اول مشترتها. وطبعا ما قالتش لابوها واموها لسه وان هي مخبية العربية. ودخلتها سيانة ومدت على نفسها ووصولات. ان هي تقصت كل شهر حوالي خمساشر الف جنيه على عشر شهور. فمحتاج ان هي يكون معها فلوس كل شهر. في الوقت ده مراد بيقعد يزاكر عقارات الى حد كبير وبيروح يقبل الدكتور الجامع اللي هو اشرف على المشروع بتاعه ومشروع بتاعه هو ان هو اخترع زكاء استناعي بيساعده في كل حاجة. بيكلم الزكاء الاستناعي ده وهو قاعد عنده في القضاء وبيقدر ان هو يساعده في كل حاجة وبيقدر ان هو يدي له نصايح ويدي له تعليمات ويجيب له من على جوجل اي حاجة هو محتاجها من غير ما يقوم يبحث حد. اما بيروح يقابل دكتور الجامع بيعرف ان حبيبة اللي هو كان بيحبها زمانة عينة في الجامعة وان هي بقت معيدة من سبع شهور وبيروح يقابلها وهي خارجة من محاضرة وبيتكلم معها وبيتفاجئ ان هي اتخطبت لواحد زميلها وان هو طبعا اللي ضيحها من ايده لانه اختفى من حياتها فجأة وهي بتقول له كده طبعا متعصف جدا ومتنرفس جدا على نفسه لانه هو طبعا اللي ضيحها من ايده الزكاء الاستناعي اللي هو مختار عصمه شوقي وعانه في القضاء وبيساعده في حاجات كتير وبيبتدي ان هو يساعده ان هو يتعلم يبقى سلزل زي لكن بيتجيلوا الحاجات الاكاديمية والحاجات الموجودة في القضاء. خلاص الاتنين قرروا ان هم يروحوا الشغل طبعا بعد الضغوط اللي حصلت لهم. الاتنين بيوافقوا خلاصوا بيروحوا الشركة مضطرين شوفنا بعد ما لطيفة. راح تحاول انها ترجع مصنع الخشب بتاع اهلها. لات ان حتى المغزن اللي هم مسكوه لها. جابوا حد تاني عشان خاطر يتعاين في مكانها. بالتالي ما بقاش قدامها خلاص السكر لان شركة العقارات وبتروح فعلا لكن بتروح متأخر تلت ساعة وكمال بيحذرها. وبتروح تلاقي مراد كمان اللي هو مضطر عشان خاطر القسط. بيتفاجئ مراد ولطيفة ان هم هيعودوا على نفس المكتب ومكتب صغير جدا. ومراد طبعا بشكل كوميدي بيقرر ان هو يقسم المكتب ويجيب شيش كارتون من عند ساعد بتاع البوفيه ساعد بتاع البوفيه بيحكي لهم كل حاجة وبيعرفوا مع التيم اللي هم هيشتغل معاه. وبيعرفهم عيوب كل واحد او السلبيات اللي موجودة في كل واحد وكصص كل واحد طبعا والتيم اللي هكون موجود معاه تيم كوميدي الى حد كبير وهنشوف فيهم المنافقة وفيهم وفيهم اللي هم مستغل وفيهم فيهم طبعا كل حاجة بتحصل في الشغل طبعا فيهم البيع اللي بيبيع حتى كوه بيبيع حتى صاحبه بيبيع حتى قريبه هنشوف بقى بشكل كوميدي ما يبتدر يخشه جواه تيم. الحليم اللي هو اقدم واحد في التيم وقائد التيم بيقرر ان هو يستغل لطيفة وبياخدها بيديها موبايل من نمرة غريبة ويقرر لها تشتغل عميله وتبلغوا ان ما فيش وحدات متاحة في المشروع ده عشان خاطر العميل طبعا يلحق يكلمه ويلحق اخر واحدة على اساس ان هي اخر واحدة وطبعا هنا كنا بيشتغل عميله وبيبتدي يعلمها ان يزيد طريقته في الشغل لكن بتشوف كمال ان هو اللي بيبتدي يعلمهم كمال صاحب الشركة بيبتدي يعلمهم بطريقته هو وبيبقى متضايق طبعا من مراد ان هو عايز يتعلم من الكتب ويبتدي ان هو يعمل لهم اول اختبار كمال ان كل واحد ياخد اخر رقم اتصل به على مبايله ويديه للتاني عشان فقط تاني يبيع له وطبعا هنا مراد بيدي رقم صاحبه طبعا للطيفة ولطيفة بتروح لصاحبه بتلاقي ان هو موظف طبعا في جهة حكومية وعليه سبعين جنيه ومعوش اي فلوس وهي بتحاول تبيع له فيلا تمانها تبانية مليون جنيه او خمساشر مليون جنيه فبالتالي طبعا بتكون موضوع كوميدي جدا وكمان نفس الوضع وكمان نفس الوضع لطيفة بتدي رقم صاحبتها اللي هي عندها عربية كفدة وصجوء لمراد اللي بيروح يحاول يبيع لها برضو فيلا وهي معاش حد واقف وطبعا بيبتدي يساعدها في عمال السندوتشات في شكل كوميدي جدا برضو وما بيروح وكمان بيبلغه من ده او كان اول اختبار اليوم وانه لازم مما تروح لتقابل عميل وتلاقيه ان هو معهوش فلوس لازم تخلع نفسك بدري بدري ما تبدلش قاعد معي بعد كده تاني اختبار بيجيب لهم ساعد بتاع البوفيه وبيقول لهم ان اختبره دوت واحد راجع من الخليج ومعه فلوس وبتدي اقنعوه وبيعوضوا هما الاتنين يحاولوا يقنعوه ويبتدي يقول لهم غلطاتهم ايه لطيفة مركزة على الاسئلة لكن مركز على الاجابات ميزة عند لطيفة ميزة عند مراد لكن برضو في عيب هنا وفي عيب هنا وبيبتدوا يتعلموا واحدة واحدة لكن في الاخر بنشوف اخر لقطة في الحلقة التانية بنشوف ان مراد قرر يروح ينقل الوصولات عند عم حسن باسمه وبنشوف موكب كوميدي جدا العم حسن اللي بيروح يقول له كده في حد قبليه راح عمل كده طبعا بياخده ويدي الوليد جوا في المغزن وطبعا بنسمع سريخه بنسمع صوات صاحب مراد بيقرر ان هو ما يقولش لكن بيكون خلاص مراد دخل وقال له عم حسن وهنشوف بقى وليد هيخرج من مغزن يعمل كوم ايه دي كانت نهاية الحلقة التانية تابعونا هنا دايما نعملونا لايك واشتراك وانا سوش تدعمونا وهننزل لكم حلقات كلها هنا ان شاء الله بإذن الله اتمنى اكون الفيديو وعجبكم اتمنى اشتركوا معنا سوش تدعمونا وتعملونا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته